فضيلة الشيخ هذا السلام يقول أنا إذا طلبت العلم وحفظت القرآن يأتيني خمول وكسل فهل من توجيه جزاكم الله خيرا توجيه هم تترك الخمول والكسل إذا يأتيك الشرق منه نعم يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول على كسل لو قيل لك إن بهذه الدار ألف ريال نعطيك إياها إذا انتظرت إلى ساعة لا والله لو انتظرت إلى آخر النهار بس بشرط أنك ما تنام ولا تتكاسل ولا تتقف على رجلي ماذا يكون كيف بسلعة الله الغالية أي خمول وأي كسل يطرد عنك الخمول ويطرد عنك الكسل إذا تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى أي خمول أو كسل يأتي للإنسان هو في مجلس العلم وهو يعلم أنه تحفه الملائكة أي خمول أو أي كسل يأتيه وهو يجلس في مجلس يعامل فيه ملك الولوك وإله الأولين والآخرين عبد أعرض عن الدنيا وأقبل على ربه أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تنشر كتاب الله بين يديك بصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تفتح كتاب الله الذي فيه الأخبار والآثار التي تقضى النضاجع وتبكي العيون وتخشع القلوب أي خمول وأي كسل وأنت في جد لا لعب فيه وفي حق لا باطل فيه أي خمول وأي كسل لأننا لم نعرف الله حق المعرفة خمول وكسل لأننا لم نعلم أين نحن الشخص يأتي ويذهب إلى مجالس العلم وهو لا يستشعر أن الله يسمعه ويراه يا هذا لو علمت أي شيء أخذت إذا أخذت كتاب الله يا هذا لو علمت من تعامل وأنت خارج من بيتك إلى حلقة من حلقات الذكر يا هذا لو علمت أي ليلة تلك الليلة التي سهرت وتعبت ونصبت وأنت تقرأ كتاب الله أو تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحفظها للأمة ألا تعلم أن الملائكة تتنزل لأنك في عمل صالح يرفع فتفتح له أبواب السماء وهذا الذي تجلس من أجله وهذا الذي تكتبه وهذا الذي تسمعه وهذا الذي تقرأه ذكر لك في الدنيا وذكر لك في الآخرة هذا الذي تقرأه وتسمعه وتنظره وتعيه وتفهمه ترفع به درجتك وتكفر به خطيئتك هل شعرت يوم خرجت من بيتك أنه ربما تخرج إلى مجلس من مجالس العلم وأنت أصدق ما تكون مع ربك ينظر الله إلى قلبك ليس فيه أحد سواه وقد تخرج أنت في خضم الشواغل والمشاغل وقد تخرج أنت سهران الليل فتقول أريد أن أبقى على سهري لأرضي ربي فتخرج إلى هذا المجلس لله وفي الله لا رياء ولا سمعة فتبعث الملائكة لتشهد على عملك الذي عملت فيه ربك فإذا بك في هذا المجلس تخط لك الحسنات وترفع لك الدرجات فيالله كم من طالب علم رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه ويالله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكأن جسان حاله يقول أشهدك يا رب أني أريد أن أحمل كتابك بين صدري بين ذفتي صدري لوجهك وابتغاء ما عندك ومنهم من خرج من بيته ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول يا رب غفلت الناس ولهت بالدنيا وإني أريد الآخرة أريد ما عندك أريد رحمتك أريد فضلك أريد الدرجات العلا من الجنة أريد أن أتعلم العلم الذي يقربني إليك رب ما خرجت من بيتي لا أشيرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت لك ولي وجهك وابتغاء مرضاتك فارفع درجتي وكفر خطيئتي وبارك لي في علمي واجعله علما شافعا نافعا يوم لا ينفع المال ولا بنون أين أنت من هذه الرياض الزاكية أين أنت من هذه المجالس التي فيها الدرجات العلا من الجنة يسأل الله ملائكته وهو بخلقه عليم فيذكرونك تصعد الملائكة إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ما سألهم عن الذين شيدوا ولا عن الذين بنوا ولا عن الذين سادوا في الدنيا ولا عن الأغنياء ولا عن الأثرياء ولا عن العظماء سأل عن من جلس في مجلس يذكر فيه الله فحفتهم الملائكة وأشيتهم الرحمة لأنهم جاءوا متاجرين مع الله فارتفعت هذه الملائكة إلى ربها فيسألهم الله الله أكبر هذه مجالس العلم التي تنام فيها والخمول التي تخمل فيها أين أنت أين أنت أنت تعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين يسأل الله منائكته البررة الحفظة عن هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوته ما جلسوا للدنيا ولا جلسوا للبيع ولا للشراء ولا للأخذ ولا للعطاء ولا للشعر ولا للنفر ولا للتباهي جلسوا ليتعلموا شيئا يقربهم إلى الله فيقول الله جل جلاله في آخر الأمر وما أدرك ما آخر الأمر فآخر الأمور التي بينك وبين ربك كلها خير وكلها نفحات ورحمات وود وبر يقول الله لهم ماذا يسألونني ماذا يسألونني من هم هؤلاء القوم ما هي حاجتهم الله أكبر هل شعرت أن تتجلس الساعة والساعتين أن الله يسأل كما جلست في مجلس هذا العلم كما أحببت العلم وأهله وتقربت إلى ربك وخالقك بهذا العلم فانظر أين منزلتك يقول الله تعالى ماذا يسألونك يسألونك جنتك قال وهل رأوها كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها ثم في آخر الحديث يقول الله لهم قد غفرت فيقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا عبدا خطاعا كثير الظنوب مر فجلس معهم قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس هذا الذي تنام ويصيبك الخمون عنه شهد الله من فوق سبع سماوات أن صاحبه لا يشقى العلم هذا أي شيء أي شيء هذا العلم أغنى الله العلماء فليس هناك أحد في هذه الدنيا والله أغنى ممن علم وصدق في علمه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو خير العالم العامل بعلمه بين صفحة من صفحات هذا العلم من الكتاب السنة وبين الدنيا وما فيها من مالها وثرائها وجاهها وأنسها وبدخها والله لاختار الصفحة واعتز بل إنه يرى أنه لا يمكن أن يلتفت إلى هذه الدنيا أي شيء أعطاك ربك أي شيء ترتج له السماوات السبع العلاء ألا تعلم أنك لو طابت هذا العلم وعطيته حقه ونبذت الكسل والخمول وأقبلت على ربك بصدق وجد وجدهاد وأظهرت لله أنك تعظمه وتعظم هذا العلم الذي تطلبه أن الله يفتح عليك باب سعادة لا تشقى بعدها أبدا وأن الله يفتح عليك بهذا العلم باب رحمة لا تعذب بعدها أبدا لقد طلب أقوام العلم فصدقوا مع ربهم فصدق الله معه فيالى الله من قبور تنورت لأهلها بالعلم والعمل يا لله من أقوام ارتحلوا من الدنيا وبقيت آثارهم وعلومهم ترفع بها درجاتهم وتكفر بها خطيئاتهم يا طالما العلم استفق من المنام وانتبه من الغفلة وتذكر ربك ذا الجلال والإكرام إن الأسى والشجاء أننا ما قدرنا الله حق قدره ما أسفنا على راحة الأبدان ولا على صحبة الخلام ولا على ما يكون وما كان ما أسفنا والله إلا أننا ما قدرنا الله حق قدره هذا العلم ليس محلا للخمول هذا العلم ترجف به القلوب كيف تنام وأنت في ذكر الجنة والنار كيف تنام كيف يلذ النوم من لا يعلم يسلم في أخراه أو لا يسلم كيف تتلذذ بالراحة والخمول وأن في سلعة الله عز وجل التي تنتظرها أمة من بعدك عار على طالب العلم أن لا يقدر الله حق قدره لقد فاتت الدنيا ومضت بزينتها وزخارفها فتبا لدنيا أبعد الطالب علم عن الله وطوبا ثم طوبا لمن عظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق جلاله وعرف لهذا العلم حقه وقدره يا طالب العلم اتق الله وعلم أن الله مطلع على سريرتك فإذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك تعظيما لله وخشية لله تكن من السعداء الفائزين الأولياء الأصحياء الأطقياء إن العلم ليس لله ولا للخمول إنا سنلقي عليك قولا فقيلا وعلم أنه لا يأتيك الكسب والخمول إلا بسبب الذنب ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة ودواء ذلك ما أرصدك إليه ربك أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وقل اللهم إني أعوذ بك أن تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي سل الله أن يغفر ذنبا يحول بينك وبين العلم فليس هناك حرمان أعظم من حرمان العلم والعمل اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك علما نقربنا إليك اللهم احمد ضعفنا واجبر كسرنا وأمننا من الفتن ما ظهر منه وما بطن اللهم اشرح بالعلم صدورنا وعبر به قلوبنا وسدد به ألسنتنا وعصم به جوارحنا وخذ به بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم اصرف عنا في العلم كل ما يحول بيننا وبينك نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من السمعة اللهم اجعلنا من خافك واتقاك وابتغى رضاك فألهيته عن كل سمعة ورياء وملأت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصياء اللهم اخذ بنواصينا لما يرضيك عنا اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنول إلا من أتاك بقلب سليم اللهم نسلم قلوبك اشتركوا في القناة